اغسيال نتنياهو ووزير دفاعه ومسؤولين كبار وعلماء هذه أبرز أهداف جواسيس إيران في إسرائيل وفقاً لبيانات الشرطة والمساد والشباك هؤلاء الجواسيس منهم راجل أعمال ووزير سابق وعارض أزياء لذا دعوني أخبركم المزيد عن أبرز هذه العمليات التجسسية آخر هؤلاء الجواسيس والإسرائيلي فلاديمير فارخوفسكي الذي تم اعتقاله قبل يومين بعد أن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار وفقاً لبيان الشباك وقبل هذه العملية بأيام أعلنت الشرطة والشباك عن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين البيان أوضح أيضاً أنه تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية التي تعمل على تجنيد مواطننا في إسرائيل لكن اللافتة فيما نشرته الشرطة أن أحد الجواسيس في هذه الخلية يدعى فلاديسلاف فيكتورسون ويعمل كعارض أزياء التحقيقات كشفت أن فلاديسلاف وافق على تصفية شخصية لم يسمها كما أنه كلف بتخريب البنية التحتية للاتصالات وإجهزة الصراف الآلي مقابل وفي سبتمبر الماضي أعلن شباك اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي موتي ميمن في عسقلان بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني ومخابراته ووثقاً للاتهامات فإن ميمن أقام في تركيا لفترة طويلة وتم تجنيده من قبل عملاء الاستخبارات الإيرانية ويزعم أنه وافق من خلال وسطاء أتراك على مقابلة رجل أعمال مقيم في إيران ظاهرياً للترويج للأنشطة التجارية وفي عام 2018 تم اعتقال جونين سيجف وزير الطاقة السابق للاشتباه في تجسسه لمصلحة إيران أدين سيجف لاحقاً بالتجسس الخطير وتقديم معلوماتهم للعدو التحقيقات كشفت أنه تم تجنيده من قبل السفارة الإيرانية في نيجيريا وقدم معلومات عن المرافق الاستراتيجية ونظام الأمن والمسؤولين الإسرائيليين